اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي مع فصل جديد من فصول قصة محجارية الفصل النهاردة بعنوان المنقذة وهو الفصل الثاني عشر خدنا ايه في الفصل اللي فات؟ كان انتهى الفصل اللي فات ان نجم الدين كان في منطقة الغضب عشان فخر الدين طرق دمياط ودخل فيها الفرنج بكل ايه؟ بكل سهولة تعالوا نعرف مين هي المنقذة وايه دور اللي هي هتقوم به عشان خاطر تنقذ الموقف هيا بدنا نتعرف الى احداث الفصل طبعا احنا عارفين الموقف تسيق اللي عمله فخر الدين ابن شاخ الشيوخ انه هو طرق ارض دمياط سهلة ولقمة سائغة للفرنج فبالتالي الفرنج اتخدعوا بالموقف ده وكانوا فاكرين انه هيبقى دخول مصر وقاهرة وبقية انحاء مصر بمنتهى سهولة زي وزي دخول دمياط طبعا ايه اللي حصل؟ لوي 6-9 قال احنا كده اعتبر بيت المقدس بالنسبة لنا هيبقى قريب جدا لان احنا زيما دخلنا دمياط بكل سهولة يبقى بيت المقدس برضه هيكون ايه؟ هيكون بالنسبة لنا سهل دخوله ايه اللي حصل؟ نجم الدين خد قرار انه هو مش هينفع يكون موجود في نفس المكان اللي كان موجود فيه وهو اشموم طناح فعمل ايه؟ راح انتقل الى المنصورة ولما وصل للمنصورة كان فيه قصر لوالده الملك الكامل كان القصر دوت موجود على النيل نجم الدين امر باصلاح السور المطلة على البحر طبعا ده طبيعي عشان يحمي ايه؟ يحمي المدينة من خطر الفرنج ومش كده بس ده امر كمان انه السور ده يكون مصطور يعني يكون محمي بيئ المجانيق يعني يبدأوا يحطوا قداموا المجانيق عشان خطر لو حصلت اي حرب يبقى كل حاجة موجودة وجهزة ايه اللي حصل بعد كده؟ بدأوا انه هم يجددوا الابنية السكنية ونصبت الاسواق والحركة جدبت في المدينة والناس كلها بدأت تشتغل في المدينة فيه شواني ومعنى كلمة شواني ده تلتة اعداد اللي هي السفن الحربية القديمة الشواني جات للمنصورة بالرجال وبالاسلحة ومش كده بس وكمان المتطوعون من الشعب المصري جم من كل مكان لإيه؟ للمنصورة ايه اللي حصل بعد كده معنا في القصة؟ شجر الضر كانت قلقانة جدا وعارفة ان نجم الدين بيحتضر وبيموت لكن ما كانتش عارفة هتعمل ايه؟ وقعدت تتكلم نفسها بتقول تاب لو نجم الدين مات في الوقت ده ايه اللي هيحصل يا شجر الضر؟ وانت هتعمل ايه؟ لكن هي عشان امرأة قوية رجعت وقالت لنفسها تاني يا شجر الضر الوطن ابقى من الاشخاص يعني عايزة تقول ان مصر اهم دلوقتي من احنا نفكر في اي شخص وده وقتك ولازم ان انت تنقذ البلاد من اعضاء الله ومن اعدائها وبالفعل شجر الضر بدأت تفكر التفكير ده فعملت ايه؟ قعدت انها تضع الخطط بحيث انها تمنع دخول الفرنج الى مصر ايه الخطط اللي عملتها شجر الضر؟ اول حاجة اصدرت اوامرها وكانت اوامرها دي عبارة عن عدم دخول اي شخص على نجم الدين سوى كبير الاطباء ومش كده بس اشاعت في القصر عشان عارفة ان الكلام ده هيوصل للفرنج ان صحة نجم الدين بتتحسن يوما بعد يوم فبالتالي الجيش والشعب وكل اللي في القصر حماستهم هتزيد مش ايه؟ مش هتقل ولكن لما شافت نجم الدين بيحتضر طلبة للطبيب الطبيب اخبرها ان خلاص هو فقد الامل ولا دواء ولا اي شيء هيفيد نجم الدين وعليها انها توكل امرها الى الله سبحانه وتعالى فبالتالي شجر الضر خدت قرارها وقالت ان انا هاخر حزني على السلطان نجم الدين لغاية لما احل المشكلة اللي احنا فيها وتمر الدنيا بسلام ايه كمان حصل معانا في الفصل؟ شجر الضر لما توفي نجم الدين بدأت انها تستدعى اشخاص في منتهى الاهمية كان منهم مين؟ اول واحد كان فخر الدين ابن شاخ الشيوخ والطواشي جمال الدين محسن وجابت معاهم الطبيب بعد كده حطت خطة وكان خطتها دي كان فيها التصرف في منتهى الحكمة ايه الخطة دي؟ قالت لهم ان نجم الدين الناس كلها هتعرف عنه انه هو بيتماثل الشفاء يعني بيوشفاء وايه كمان؟ وقالت لهم ان احنا هنستدعي ابنه اللي هو طبعا اسمه مين؟ توران شاه على الرغم انه هما كلهم عارفين انه توران شاه شاب بطائش وشاب يعني مش بيهتم بمصلحة البلد لكن هي كانت مقرانها تستدعي ليه؟ عشان هو اللي هيمسك الحكم بعد مين؟ بعد الملك نجم الدين طبعا كان توران شاه في الوقت ده كان موجود في حسن كيفة وهي كانت زكية جدا انها عارفة ومتأكدة لو نجم الدين توفي يعني نجم الدين خاصة وتوفية لكن لو نجم الدين خبر وفاته انتشر اول حاجة هتحصل في المجتمع المصري والعرب الفرقة فلازم تعمل ايه؟ تجيب توران شاه اللي موجود في حسن كيفة وهتنقل ليه الولاية وبالتالي بعتت رسالة الى حسام الدين ابن علي اللي موجود في القاهرة وقالت له انك لازم تعرف في الناس ان توران شاه هو اللي هيمسك الحكم بعده والده نجم الدين وتدعوله كمان على الايه؟ على المنابر وبالفعل شجر الضر نفذت كل الايه؟ نفذت كل ايه الكلام ده؟ بعد كده قالت لهم كمان على امور لازم يمشوا عليها كانت ايه الامور دي؟ قالت لهم لازم تقتنعوا 100% انه السلطان ما متش وكل شيء هيفضل على حاله طب ايه الحال ده؟ ايه الامور دي اللي هتفضل على حالها؟ قالت ان الطبيب هيدخل وهيخرج كأن نجم الدين عايش وموجود على قيد الحياة الحاجة التانية ان الاوراق الرسمية هتخرج وعليها امدة نجم الدين طب ازاي؟ شجر الضر كانت في منتهى الزكاء جابت مقلد شخصا هو يقدر يقلد نفس الامدة والتوقيع الخاص بمين؟ بنجم الدين عشان ما حد تشك في ايه؟ في موضوع وفاة نجم الدين طيب شجر الضر كانت هتعمل ايه؟ عشان خاطر تخفي مراسم دفن نجم الدين هي كانت زكية جدا امرت من الطبيب ان هو اللي يغسل نجم الدين ويحنطه ويكفن خلاص؟ وبعد كده هيتحط فين؟ هيتحط في صندوق وصندوق ده هيكون ملفوف يعني طريقة محكمة وهيرسل فيه حراقة الحراقة ده نوع من السفن خلاص؟ ليه بقى؟ الحراقة دي هتوديه الى قلعة اسمها قلعة الروضة وما حدش هيعرف ابدا ايه اللي موجود جوه الصندوق هذا بعد كده طبعا يعني شجر الضر هي حاولة تمشي الامور بطريقة كويسة لكن للأسف دوام الحال من المحال الموضوع استمر فترة ان الطبيب بيدخل ويخرج على لجم الدين والطعام بيدخل على لجم الدين والامضة بتخرج عادي كأن لجم الدين هو اللي موقعها لكن الناس بدأت تستعجل هو لجم الدين بدام بصحته كده بتتحسن هو احنا ليه مش شايفينه لنجم الدين مش ظاهر فطبعا بدأ الفرنج انه هم يحطوا جواسيس عشان خاطر يعرفوا الاخبار ويتأكدوا لنجم الدين بالفعل موجود ولا لأ لكن في النهاية تصرب خبر وفاة نجم الدين ووصل للفرنج فكانوا في منتهى السعادة واعلنوا انه هم يتحركوا الى المنصورة تعالوا كده بعد ما عرضنا احداث الفصل هيا نتناول احداث الفصل على شكل سؤال واجابة اول فكرة عندنا بتقول الفرنج يشعرون بقرب تحقيق الحلم السؤال بيقول بما كان يحلم لويس ومن معه كان ايه حلمهم اول حاجة انه هم كان عندهم الامل انه هم هيحتلوا مصر وكل الشرق والاستلاء على خيرتهم ليه لانه هم دخلوا دميوت بكل سهولة فكانوا بالنسبة لهم كل امور برضا تباقية هتبقى سهلة السؤال التاني ماذا كان تصور لويس ومن معه عن المعركة المنتظرة مع العرب كان متصور ايه لويس كان متصور انه هم في البداية هيلتقوا العرب في موقعها رهيبة وهيبقى فيه شد وجزب تمام كده طيب تصور البعض الاخر ان العرب دول مش هيقدروا على لقاء الفرنج وهيسلموا البلاد بكل سهولة زي طبعا ما ايه مطلب الملك لويس من مين من نجم الدين الفكرة التانية تجهيز المنصورة لملاقات الاعداء السؤال عندنا بيقول بما امر السلطان نجم الدين بعد ان بلغ المنصورة امر بايه امر باصلاح السور اللي هو بيبص على البحر وانه هو يكون مصطور بالايه بيئة المجانيك السؤال التاني كيف تم الاستعداد لملاقات الفرنج في المنصورة ازاي كانوا مستعدين لملاقات الفرنج عملوا ايه الابناء جددوها والاصواق نصبت زي ما هي ودبت الحركة في المدينة يعني انتشرت الحركة في المدينة حاجة التانية السفن المصرية كانت جاية وما كانتش جاية فاضية كانت جاية محملة بالرجال وبالاسلحة من كل مكان في مصر الحاجة التالتة زي ما احنا قلنا المتطوعون جم من كل مكان في مصر عشان يجهدوا في سبيل الله وسبيل الوطن الفكرة الثالثة شجر الضر تنهت برسالتها سؤال بيقول فيما كانت شجر الضر تفكر عندما اشتد المرض بنجم الدين كان ايه اكتر حاجة مسيطرة على تفكير شجر الضر انها بتفكر لو مات السلطان في الموقف اللي احنا فيه ده ازاي هيكونوا مستعدين لملاقات الفرنج السؤال الثاني بما اوصح نجم الدين شجر الضر قبل وفاته اوصح بايه اوصح انها لا تجزع ولا تكون قلانة بل بالعكس كمان انها تنهت برسالتها وتحمل قلعة الشرق من الطامعين فكرة ربعة بتقول وفات نجم الدين وثابات شجر الضر السؤال بيقول ماذا فعلت شجر الضر حينما شعرت بقرب نهاية السلطان عملت ايه طبعا شجر الضر اصدرت اوامرها ان ما فيش اي حد يدخل على السلطان غير كبير الاطباء وعرفت الناس كلها ان صحة السلطان بتتحسن يوما بعد يوم السؤال الثاني كيف استقبلت شجر الضر لنبأ وفات السلطان هل هي قعدت تبكي وطعيت ولا هي تماسكت طبعا احنا عرفنا انها عملت ايه انها مردموحة لكن ما رفعش صوتها ده معناها انها معرفتش الناس بحالتها لنفسها اللي هي كانت تدعي فخر الدين والتواشيه السؤال عندنا بيقول وضعت شجر الضر في موقفين شديدي صعوبة ايه الموقفين دول اول موقف عندنا ان نجم الدين مات وهي بقدر الامكان بتخفي حزنها على مين على وفاة نجم الدين عشان خايفة على الجيش اما كمان الموقف تاني معانا انها عايزة تواجه الفرنج وتعين قائد جديد للجيش وتستدعي ترانشة لتولي الايه لتولي الحكم الفكرة الستة معانا شجر الضر تختار قائد الجيش وتبايع ترانشة تبايع يعني هي بتجعله خليفة على قلب ليب السؤال عندنا بيقول علل استدعاء شجر الضر ترانشة رغم انها عندها العلمي بيطايشه ليتولى الملك ايه السبب عشان طبعا هي مش عايزة يحصل اي مجال للفرقة هو ترانشة اللي يكون السلطان ابن السلطان وارث الايه وارث الملك السؤال الثاني علل اخفاء شجر الضر خبر وفاة زوجها نجم الدين ليه هي اخفت خبر وفاة زوجها نجم الدين عشان هي عارفة ومتأكدة لو الخبر انتشر ده هيضعف من عزيمة الجنود المصريين وبالتالي الجماعة اللي احنا بنحاول نحافظ على سببتها تتفرق وده طبعا ده هيقوي مين ده هيقوي الفرنج الفكرة سبعة تصرف حكيم لشجر الضر سؤال عندنا بيقول اثبتت شجر الضر حكمة المرأة وحسن تصرفها بين ذلك ازاي هي اثبتت كده اول حاجة عندنا انها اجتمعت بعد وفاة نجم الدين اجتمعت بالامير فخر الدين والطواشي جمال الدين وطبيب السلطان عشان تقولهم على خطط لازم هم كلهم يمشوا عليه فطلبت منهم ايه عرفتهم انه خلاص السلطان مات ولازم الخبر ده ما حدش عرفه غيرهم الحاجة التانية انها هيكون قائد الجيش هو الامير فخر الدين على الرغم انه فخر الدين كان لي موقف الفصول اللي فاته لكنها رجعته تاني قائدا على الجيش الحاجة التالتة انها هتخلي حاكم البلاد هو تورانشة برغم ايه برغم طيشي حاجة الرابعة ان هي الحال فيدل زي ما هو الطعام دخل حجرة السلطان والطبيب خرج لو انه السلطان عادي عايش والاوراق الرسمية كانت بتخرب بايه بتوقيع السلطان كمان شجرة دوري كانت حكيمة لانها طلبت من الطبيب واحده اللي هو اللي يغسل السلطان ويحنط الطحنيت ده بيمنع الجثة من الفساد والتعفل هي عايزة تحافظ عليه عشان كده هي حنطته ووضع فيه صندوق محكم محدش ايه يقدر ان هو يعرف ايه لجوه الصندوق ده لغاية لما تنتهي المعرك السؤال التاني اللي معنا من وجهة نظر شجرة دور كيف يكون تكريم السلطان هي من وجهة نظرها تكريم السلطان هيكون ازاي تكريم السلطان انها مش تقعد تبكي عليها حتى قالت الوطن اهم من الاشخاص لكن هي عايزة ان السلطان يكون تكريمه في مواجهة الاعداء مش مشهد الشامت والحاقد المتربس يتفرجوا عليها ويفرحوا في شجر الدور الفكرة التامنة تصرب خبر موت السلطان سؤال بيقول متى تصرب خبر موت السلطان النجم الدين وما اثر ذلك على الفرنج تصرب خبر موت السلطان النجم الدين لما بدأ الناس المتطلعة اللي عندها فضول الى السلطة يبدأوا يعرفوا عن طريق الناس اللي بيدسوها في القصر وفي كل حتة يعرفوا هل فعلا ان السلطان موجود على قيد الحياة ولا ما ولما الفرنج بدأوا يتشممونا الاخبار فعرفوا ان نجم الدين ماله نجم الدين توفية وطبعا ده كان اسرع للفرنج انه هم كانوا في منطقة الفرح والسعادة وقائد الفرنج اعلن التحرك الى الايه اعلن التحرك الى المنصورة احنا كده خلصنا عرض احداث الفصل على شكل سؤال واجابة تعالوا كده ناخد اسالة على الفصل عشان نعرف ان احنا فهمناه ولا لا اول سؤال عندنا بيقول ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية سؤال بيقول اشتد جزع شجر الدر عند مرض السلطان وظلت بجواره حزينة باكية صح ولا غلط ممتزين غلط سؤال التالي الاستعداد لملاقات الفرنج كان قائما على قدم الوساق والسلطان في فراشه كلام ده حصل ولا ما حصلش بالفعل الكلام ده حصل حاجة التالتة دعت شجر الدر فخر الدين واعادته الى الجيش صح ولا غلط الكلام صحيح سؤال الرابع صارت الامور بعد وفاة السلطان كما رسمت شجر الدر ولم تتغير الاجابة صحيحة سؤال التاني اكمل العبارات الاتية بما يناسبها بعد وفاة الملك نجم الدين اجتمعت شجر الدر بمين اجتمعت بثلاث اشخاص اول شخص فخر الدين التاني ايوه الطواشي التالت طبيب السلطان سؤال التاني معنا بيقول اشاعة شجر الدر ان صحة سلطان نجم الدين هيتتحسن ام تزداد سوءا تتحسن سؤال التالت شعر لويس ومن معه انهم سيحققون حلمهم في ايه في الاستلاع على مصر وثروات مصر سؤال الرابع طلبت شجر الدر العفو عن مين وتولى قيادة الجيش العفو عن فخر الدين ابن شيخ الشيوخ السؤال التالت من اكون اصدرت اوامري بان لا يدخل على السلطان سوى كبير الاطباء من الاصدر الاوامر دي شجر الدر السؤال التالي امرت باصلاح الصور المطلة على البحر واقامة المجلق عليه من الاطلب كده نجم الدين وبكده اعزائي نكون انتهينا من احداث فصل النهاردة والقاكم مع فصل جديد الى اللقاء اشتركوا في القناة